السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزيزاني المشاهدين أحييكم أينما كنتم ومعاكم أحمد بفاكر ريعتكم فيديو جديد فيديو اليوم جيتكم بفاكهة نادرة من أندر الفواكه في العالم تسمى تفاحد آدم طبعا ليس لها علاقة بقصة سيدنا وأبونا آدم عليه السلام لها أكثر من اسм الاسم المشهور تفاحد آدم والاسم الثاني عيش المسافر ولديها اسم مكارولا وكمان الخرموش طبعا الفاكهة هذه تزرع فقط في جنوب روسيا في القرم وفي كسنادار وظهرت في أمريكا في القادة التاسع عشر تقريبا عام 1988 الفاكهة هذه جلس التشهور ما تنتهي ما تخيص جلس التشهور طبعا لديتها لكم طازجة هم يبضعها مجففة وإذا أول مرة تشوف الفيديو هذا وتسمع البعلومات هذه افعل لايك واشتراك من قلبك وخلوكم مع المقطع اليوم المقطع مفيد طبعا تستخدم في الطب الشعبي في روسيا أو الطب التقليدية أو الطب البديل والروسيين يفعلوها مع فوتكا طبعا الطباء لا ينصحون للواحد يأكلها كده على طول وكمان البايع اللي اشتريت منه هذه الفاكهة نصحني ما أكلها لأنها سم فيها سم وخطيرة على الحوامل وعلى الأشخاص اللي فيهم أمراض متزامنة طبعا لو تبحث في جوجل تكتب تفاحة آدم بيطع لك هذه هذه تسمى تفاحة آدم اللي يميز الرجال عن النساء اللي يمتلكها الرجل فقط النساء يملكوها هذه هذه يسموها تفاحة آدم اعذروني اليوم أنا شوية تاعب وخلوكم مع فوائد وبماذا تستخدم هذه الفاكهة ويلا يوجد فيها فستورس الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وتنظيم كمية الكوليسترول في الجسم وتقليل الخطرة لإصابة بأمراض القلب ولوعية دمية وفيها مضادات الأكسداء قوية يوجد فيها أحماض دهنيات وفرح مايات ضد تجلط الدم وتطبيع ومشلات الضغط الدم ولحد من عمليات الالتهاب في الجسم وتحسين المناعة يوجد فيها حمضة الكولوليك يقول له تأثير مفيد على الكبد يوجد فيها حمضة ستريك الذي يساعد على تحسين التمثيل الغذائي يوجد فيها مركوات الأيفينولية لها تأثير في مضادات الأورمام يوجد فيها سابنوتانتوروبينين الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسداء ومضادة للالتهاب ومهدع يوجد فيها مركبات الفانفوليد الذي تساعد أداء الجهاز البولي التناسي يكون كمطهر ومضاد الأورمام يوجد فيها سكريات وبكتونيات وهي عبارة عن مادة مغذية وتشكل مصدر للطاقة ومادة البناء الأنسية يوجد فيها الأسفلوفالون الذي يساعد على تقوية الأوعية الدموية والشعارات الدموية الصغيرة وتحسين التمثيل الغذائي وفيها أيضا هرمون الأسترولوجين النباتي وفيها أيضا العديد من العناصر النزلة المفيدة التي تزود اليسم بالفتمينات وتساعد أداء اليسم وتستخدم لعلاج التهابات المفاصل والروماتيز الدوالي الأمراض التكانسلية الأقراس الحروق النتاقي الكازيما التلاليل الفطريات الدمامل السلطان تطلب المتعدد التهاب الضرع التهاب البرستاتة الأوروما الألفية الرحمية الذرة كعب التوطاهم أمراض النزلات طبعا الشجرة وأوراق الشجرة والتفاحة والحليب حق التفاحة يصنع في الأدوية يصنع منها الكثير الكثير من الأدوية والمراهم والعلاجات خلونا نقطعها مع بعض ونشوف ونحاول نطعمها وأوضح لكم أكثر كيف طعمها كيف رائح حتى إيش داخلها ونستكشفها مع بعض شوفوا كيف تحصوها فاكة فضائية فاكة فضائية طبعا سفرت شوية والله هي تكون خضرة كما في الصور خلونا نقطع حاول نشوف ما يخرج منها بسم الله طبعا مثل كرة البسبول لاحظوا أن مثل كرة البسبول شوفوا مثل كرة البسبول السكينة حدة جدا تقريبا الرايحة مثل رائحة الخيهر وخلونا نحاول نكسر منها كذا مرينها في كل غير طبيعي خلونا نجرب نتضوق قليل جدا ممكن ما يضرنا رائحة الخيهر قريبة شوية الملمس حقها ولا مثل السفرجة نحسها كذا شوية لكن الطعم ما لها طعم يعني كذا ما لها طعم طعم نباتات كذا يعني طعم خضرة ما يعني ما يصفش الطعم على البكرة فيه مادة سمغية مادة سمغية أحس أن لو تلاحظوا أنه فيها مادة سعى الحليب بدأ يخرج منها وكمان خلونا نشوف إش فيكها كمان نستكشفها شوفوا كيفها من الداخل طبعا لساني تخدر أحس لساني الطرف لساني تخدر منها يعني اللي قوية مش هي بسيطة الفاكهة هذه شوفوا كيف يخرج منها الحليب شوفوا كمية الحليب اللي يخرج منها طبعا حسها تبدأ يعني حسها كذا سعلي تأكل يداتي كذا كأني حسها تأكل يداتي كذا شوية في الحكة من الحليب حقها هذا غريبة والله سبحانه استغرب منها شوفوا بدأ يخرج كمان منها هذه الحليب أول ما قطعتها سبحان الله يعني هذا الحليب كمان يستخدم للأدوية يعني أفضل أدوية يصنعوا منها ضروري من الغرسة لليمن نشوف هل بتطلع في اليمن أو لا ونشوف كيف بيخرج منها الحليب الآن على طول كأني جلحتها ويخرج منها الحليب سبحان الله وإذا أعجبكم فيديو اليوم وأعجبتكم التجربة والمعلومات شاركوا الفيديو شاركوا معلومات الفيديو ورسلوها لأصدقائكم عبر الواتس أب وبواقع التواصل الاجتماعي وإذا أعجبكم فيديو اليوم لا تسلوا اشتراك في القناة واللايك هذا اللي شجعني أبحث وأحاول أصوي فيديوات مميزة وطبعا ما فيش أي معلومات في الارتننت أو حد قد سوى فيديو عنها في مقالات أنا قريت أكثر من مقالة كذا بالكثرة مقالات حصلتها في جوجل وإذا أعجبكم فيديو اليوم لا تسلوا اشتراك في القناة واللايك والتحياتي للجميع وسلام وشوفكم في الاسبوع الجاي في فيديو جديد اشتراك في القناة